السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. اللي هي او معالجة البيانات اللي انت وصلت لها. احنا في فيديو اللي فات كل اللي وصلنا له احنا بقت ثابتة. وعرفنا كده ان الحل خلاص استقار واننا وصلت لحل نهائي. بس كده بس تبقتش حاجة. انا لازم اعرض البيانات. واشوف الحاجة اللي انا عايز ادرسها فين معاملة ازاي وتضاير ازاي. في كزا طريقة وحاجات كتير نقدر نعرف بيها الداتا. هتكلم اول عن اول حاجة اللي هي الكونتورز. الكونتورز دي بتصهير اللي المتغير بتاعي. في صورة الوان. الحاجة المنمومة بتبقى في الغالي بتبقى زرق. والحاجة المكسما متبقى احمر. وتدرج الوان ما بينهم. بحيس اعرف التدرج في المنطقة دي عامل ازاي. فلا لو عايز ارسم كنتور هعمل كليل كيمياء على كيمياء الكونتور لعا الشمال دي. واخترنيهم. هطلع لي اول حاجة بيقول لي ادي اسم الكونتور. طبعا لو انت هترسم كتير. بفضل ان انت تعمل اه توضحت او تكتب اسمي ووضح يا دي بتاعت ايه وفيه. فانا هكتب انا عايز ادرس اه توزيع اصدقى لقبشة دي. فسميت الكونتور بالشكل ده. هبدأ اختار اول حاجة هنا المتغير. انا عايز ارسم له اه او عايز ادرس التغير بتاعه. مسلا انا هختار دي. عندي افتاحة القايمة دي هلاقي بقى كل المتغيرات بتاعتي. اللي هي محسوبة في الحل. ولو انا كنت حلية في الاول خالص كنت طبعا هلاقي هنا في القايمة دي. بس بريد ان انا ما دخلتش معي في الموضوع فهي مش موجودة. فانا خليني مسلا هدرس الفلوس دي. لما تختار كل المتغير هتلاقي خاصة بالمتغير ده. هيا مسلا الفلوس دي. اول حاجة الديفولت الفلوس دي مميتي وتقيمة السرعة. ممكن تكون مش بيحتاج قيمة السرعة ككل. انت ممكن محتاج اكس فلوس دي. افتجاه ايكس بس. او واي او زد او الاكسي او الراديال في كزا. حاجة للسرعة. فانا بس ان دلوقتي اختار فلوس دي مجنيتيود. انت بتختار المتغير اللي هي جبك. هلاقي بقى القايمة دي هتلا تحت بيجيبلك الاسطح اللي انت عايز تدرس عليها. او اللي عايز تظهر عليها المتغير ده. اسطح بس. مش هينفع تختار حجمك يا كلك. تختار سطح. طيب الاسطح دي اللي هي الالت. الاوتلت ده اللي هو الفلوس نفسه من جوه. دي الاسطح اللي موجودة عندي. لو انا عايز حاجة تانية. لازم اعمل لها سطح جديد وهنشوف ده ازاي ما نعمله. مبدايا دلوقتي انا عايز اختار عند الاوتلت. فهدوس على العلامة دي. اللي هي بتشلي كل الاختيارات. واختار بس اللي انا عايزه. هدوس اوتلت. كده خلاص انا جاهز اللي انا ارسم. هدوس رسم للكونتورز. تعال نعمل عليها زوم. اختار هنا كده العموري عليها ومبص. دي كنتورز بس في صورة خطوط. كل خط من دول بيمثل قيمة من درجة من السرعة. والخط ما بين الخط والتاني ما بينهم. والله طبعا كل لون من دول محطوط هنا قيمته على الشمال بقيمة كونتور. طبعا العرض في الغالي بالنسبة ما نتعالش بالسرعة دي بتشغل اللي هو فلد بحيس بالعرض اوضح. لما دوس فلد كده العرض بقى اوضح احسن بكتير. اقدر اشوف تغيره ازاي ازاي السرعة جنب الجدار وليلة جدا فبتالي كان لون هازرة وقيمتها تقريبا سفر. كل ما بقرب من نص السرعة بتزيب الزيت وتبصل للمكسيمون اللي هو تقريبا اربعة و تلاتة من عشرة وفعشرة سربة اثنين متر في الثاني. طيب از في بردو كزة طبعا اقدر اغير في الشكل ده شوية. الالوان هنا كتير جدا. بعض الاواد ده مش محبب عشان ما متعافش تشوف التغير بشكل ملحوظ لان الالوان متدخلة ببعضها. في مضاش اتنايز او. فانا مسلا عايز اغير الالوان دي. فهلافة هنا بادوس عليها بيقول انت عايز كم تأسيمة. هنا السايز كم تأسيمة. بالفضل مسلا نخليها عشرة لسه عشرة تأسيمات. حلو جدا. برضو الارقام انتو شايفين الارقام كلها مكتوبة هنا على الشمال. مع اللي هي في عشرة قص سالب بتكتب ايه سالب اتنينة في عشرة سالب اتنينة. طبعا دي مفيدة. لو الارقام عندك كبيرة جدا. مش عقدة تبقى صفارة 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 كثير. اه اللي بتكلف في ملايين والكلام ده. لكن في الحالة بتاعتنا ديت الافضل الطريقة العادية. اتنين من مية تكتب عادي خالص. فانا هختار من هنا فلوت. فلوت دي يعني الطريقة الصغر العشرية اللي احنا نتعودين عليها. والدخة كام? في الحالة بتاعت دي تدخة اتنين او تلاتة كافية جدا. الالوان نفسها برضو قدر احديدها الالوان هنا فيه كزة طريقة الالوان ممكن لو انت عايز تدريجات الرصاصي الرمادي والكلام ده. احنا بسيبها هنا افضل الافضل دي افضل حاجة. هعمل ابلاي. واسكده ادوس تاني سيف او ديس بلاي. هلاء عايز هنا من التقسيمة بتايل الالوان اقل هم عشر تقسيمات بالزبط. والاعقام انتظبطت زي ما انا عايز. وكده بيت احسن. الرؤية اوضح. وبالزبط وانا شايف التغير عامل ازاي وتدريجه عامل ازاي. فيه اوبشن تاني برضو اللي هو الخاص بالجلوبر رينج هنا. ده مساعد بيقى مفيد. دلوقتي اصلا ممكن يكون فيه مكان تاني. السرعة فيه تمانية من المية. تمانية من المية اللي لو لاحظنا هتبقى اكبر كتير من القيمة دي. هو لما يجي اعرض الالوان هياخد في الاعتبار ان فيه مكان تاني في تمانية من المية فمش هتظهر المنطقة دي باللون الاحمر. ومش هعرف ان هنا المكسبل هيبقى لونها مسلا اصفر. هحس انها متوسطة. فساعدين انت بتبقى عايز تعرض التغير في المنطقة دي بالذات بدون ما تدخل في اه تفاصيل القيم فين يعني في مكان تاني فيه قيمة كبيرة ولا ما فيش مش ماهمينيش. فبقى اشيل بتاع الجلوبر رينج بحيس ان هو يعرض لي الداتا بناء على اللي موجود في المنطقة دي بس. طبعا هنا مش فرق لان هو اصلا داتا تقريبا نفس التوزيع دي في كل حد. فمش هتفرم معا هنا. لكن بتفرم معا في اوقات لما ما فيه تغير كبير في المنطقة عن التانية اشغل الجلوبر رينج او لو انا بقى عايز احدد رينج بالزبط انا عايز رينج من كزا لكزا هو اللي اتعرض. فهشيل الاوتو وحط هنا المنموم والماكسيوم اللي انا عايز اعرض عنه. في الغالب انا بسيب الاوتو وبشيب الجلوبر رينج عشان ابقى شايف التغير بس في المنطقة اللي انا عايز ارسمها. بفضل ان انت بعد متزبط الرؤية يعني مسلا دلوقتي انا عملت زوم زبط وخليت المتاعه بالزبط على قدي الشكل. بدوس تاني سيف لانه هو كابل يسيف الرؤية دي. بحيس ان انا بعد كده لو دخلت طلعت بره ولفيت ودخلت في الضمان ولو عملت زماوت ولفيت في السري دي بتاعي مجاردا ما عمل طبق فريك تاني عليه هيرجع لنفس اللي انا كنت عامله ولا انا حفظته. دي بتاع مفيدة لان انا لو دمينة عندك كبير مش كل شوية بقى كلا بتجيط اخوها عالكونتور طبق تلف تاني وتعمل زوم وتدور ازاي تعرضها بشكل مناسب. انت كل انت كل مرة لما تعمل كنتور جديد تزبط الفيو بتاعك وبعد ما تخلص تدوز سيف و ديس بلاي حس يحفظ لك الفيو. في اي وقت هترجع للكنتور هتلاقيه محفوظ بالفيو ده. كمان لسا نشوف قدام ازاي قصلا الفيو ده بعد ما تخلص الحل بيتسايف وتبادك. فانت لما تغير بتسايف فايل جي بي جي برا. فانت غيرت اي حاجة في الحل. فده ما كل شيء بقى هتعود بقى تسايف الفيجر او حاجة زيك او تعمل سكرين شوت لأ هتلاقي في فايل جاهز بالفيو اللي انت بجاهزه. دي مفيدة جدا. ندخل بقى في النقطة لبعد كده لو افرض ان انا دلوقتي عايز اعرض تغير الصراعات خلال طول الاستوانة. هعرضها ازاي محال هختار الجدار ما هو المشكلة من الجدار. تعال نختار هنا الجدار. نعمل كورتور جديد نيوم. هسميه والي. وهشيل هنا واختار الول بس. وهعمل وعمل وعمل ما استفدتش اي حاجة. لان الجدار اصلا على السرعة بسفر. بسبب النسل الكون ديش. انا عايز مستوى يكون بعدي في منتصف الاستوانة. عشان اعرف هشوف توزيع السرعات عليه. بس انا ما عنديش السطح في المنطقة دي. فانا لازم اعمل سطح في المنطقة دي عشان ارسم عليك كنتور. طب ازاي اعمل حاجة زي كده? هلاقي فوق. لا اقفل ده خالص. هلاقي في دومين في القائمة ريت. في حاجة على يمين خالص ما كريت. باختار منها كزا حي ممكن اعمل ده هنشوفه كمان شوية. او مستوى. فانا هاختار في كزا طريقة نرسم ممكن احدد سطح تاني واعمل بالتوازي معايا مسلا على بعد اخيب المعانا. او الطريقة هنا مناسبة بالنسبالي. حد النقطة. يكون المستوى بيمر فيها. وحد العمودي على المستوى ده في اهلو التجاه. ده كافي اوي ان انا قد ارسم به مستوى يمر في نص الستوان. انا اصلا وانا برسم الستوان عارف انها الستر او الاكسس بتاعها بيمر بالاورجن. فانا اقو المستوى فانا هعمل المستوى بتاعي بيمر بالاورجن هو كمان. فاختار الاكس والواي والزد بيساو زير. وعايز المستوى ده مفروض عشان المستوى يمر ويقطع الاستوانة دي العمودي بتاعه هيبقى ايما افتكاه اكس ايما افتكاه واي. الاتنين هيديني نفس النتيجة. بس اكيد مش زد. لو اخترت زد هيديني مستوى زي الاوتلت او زي الانلت. مش هيديني مستوى بيقطع الاستوانة على طولها. فانا هخليها اكس مسلا. اكس مناسب. ودي المستوى انهم مش مهمة او اسم الديفولت كويس. خلاص بقى عندي مستوى اللي هو بليم فوردا اعمل ارجع تاني للكنتور اللي هو اللي كنت عملينها ده. اسميه اي اسم. واختار بقى المستوى اللي هو بليم فوردا. وقاله سيف اورو سيبلي. نلاحظ هنا دلوقات ان هوا ايه? تسملي توزيع السرعات والتغير بتاعها على مدار على طول الاستوامة عن الله عزينا القادي طبعا ان احنا كنا محاددين السرعة سبتة عند الانلت توزيع السرعات سبتة عند الانلت لاتجيت السرعة بتقل جنب الجدار وتوصل لسفر والبوندري لير تبدأ تجبر تجبر في نفس الوقت السرعة في المنتصف الاستوامة بتزيد عشان كده تلاقي ان اللون في النص بحمر طبعا تقريبا بحصل الاستقرار واللي احنا كنا عارفين في الود ميكانيكس اسمي الانتري لينز بحصل الاستقرار ببوندري لير وتلاقينا السرعة خلاص ثبتت في النص وعلى الاطراف او جنب الجدار كده بقى انا عرفت او الله شفت ازاي توزيع السرعات وازاي عرضها وازاي عامل المستوى يبورف لسطنه عشان اعرض عليه توزيع السرعات في نقطة برضو ثانية مهمة نسيت اقولها قبل ما ترسم الكنتورة على البلين اللي انت رسمته ده انت لميلا الدومين ومعقد وممكن تعمل البلين بس انت مش تأكد ان هو تحط في المكان اللي انت عايزه فازاي اهرد اصلا البلين اللي رسمته تبقى تأكد ان هو في مكانه مزبوط ففيه هنا في general setting setup بتاعي بحاجة اسمها display بيقولك عايزة عرض ايه فانت بتزود البلين فيها كده وتقوله display بحاجة تشوف شكل البلين انت تحطره وهو المفروض display بيعرض لك المشي فانا بالطريقة دي اقدر اشوف عاوزة اللون الرصاصي القاطع ده هو ده البلين بتاعي ممكن اشيل الولم الاختيار عشان يبقى دي الانلت والاوتلت والبلين معدي فعلا في النص زي ما اعايزك الطريقة دي انا اتأكد البلين بتاعي مزبوط دي طريقة مهمة جدا عشان لو انت عندك مستويات في كذا مكان تقدر تشوف المستويات دي محطوطة مزبوط اللي انت عملتها دي مزبوطة ولا ده فيه امر تاني برضو شبه بالزبط اللي هو اسمه ده بيعرض لي المتغير بتاعي في صورة assume ده بيع مفيد جدا في حالة السرعة لانو بيعرفني اتجاه السراعين ماشي ازاي بدي 퍼ش انه انا الون الاسهم دي بقى على حسب السرعة على حسب اي متغير حتاني فagtطع نجد هنا مثلا عايزك بقى عايز انت بقى تلون الاسهم دي اللي بتمثل السرعة ة اللي هي طولها بيمثل السرعة عاستلونها على حسب ايه ممكن لو انا عايز اخليت اللون على حسب الحسب متغير تاني خالص براحت اختار اللي انا عايزه. انا هسيب ان برضو اللون على حسب السرعة وطبيعي الديفولت ان نفسه كاتجاه او كطول بقى برضو على حسب السرعة. وهاعرض الاتجاهات ديت عند المستوى اللي انا عملته برضو. وهقول له فلا هنا هو اتعرض للمتجاهات نعمل بس كده. ادي المتجاهات اللي بتوضح شكل السرعة وتوضح يتكون حتى باوندر لير وزي السرعان المنتظر. واللون بتاعها ده على حسب سرعتها. ممكن اخلي اللون عن حسب الضغط. مسلا اغير هنا. خلي بريشر. اقول له سيب او تسبليل. هنلاحظ الاتي. طبعا طبيعي ان الضغط يبقى عند الانلت اكبر قيمة ونتيجة الضغط بيقل بيقل بيقل. فاللون عندي بيتغير من الاحمر عند الانلت لا زرق عند الابلت. لكن السرعة نفسها كطول للفكتور. طبعا السرعة ولهلة جدا عند الجدار. بتوصل لسفر. وتزيد تزيد غدا بتوصل لماكسيموم. في بتاعها. او بتاعتي. كده انا نرسنت فيكتور. طب ساعات برضو. هتلاحظ مسلا ان الاسهم كتير اوي. زيادة عن الزوما تشفحتك كل الاسهم دي. عشان تعرض السرعات. فممكن نعمل مسلا تبقى تزود رقم تحت افترجية. هتلاقي اللي كل ما تزوده. بيوض هو يشيل شوية من الاسهم دي. احنا كده شلنا شوية كويسين. بس الاسهم اصلا صغيرة. فانت عايزت تقبر الاسهم. بتعمل خليها ربعة مثلا. فهو تقبر لك الاسهم. زود الاسكيب تاني. وهكذا بنوع من غير في المتغيرات دي. بحس ان لغاية لو تصل للقيمة او العرض المناسب ليك. دي حاجة ترجع لك تماما يعني. على حساب احتجاتك. بس كده ده امر الفيكتور شبهك الكلتور في كل حاجة تقريبا. وبعد نفس الكلام ممكن تبدأ تغير الالوان اللي انت عايزها. عايز تدرب كام. وعايز العرض تكسيبون ان شاء ولا فلوت. نفس بتاعة الكلتور. كده بقى احنا خلصنا الفيكتورز. كفاية على الفيديو ده كده. ممكن الفيديو الجاي بس ان اتكلم عن البلوت. والتكلم على ال 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 ا اشوفك الفيديو الجاي. ولو عجبك الفيديو ودوس لايك وشير وسبسكراب. سلام.